والمال ومع أنك أنت ما تحبب توفير أبدا فإن كنت عزيزي المشاهد من محبي السفر مثلنا تابع معنا هذه الفقرة حيث سيعرفنا الخبير في التسويق الرقمي والتواصل الاجتماعي والزميل العزيز إليسا ركيس على طريقة سهلة وآمنة في حجز تذاكر السفر عن طريق الإنترنت نعم يا هلا فيك يا إلي كيفك ايش الحال ايش الحال الفكرة كرميلك اليوم تسلموا كرميلك بعدك جاي من السفر بعدنا جايين من السفر ما قفينا العالم صار صغير صار ضايع صغيرة ما بقفينا إلا ما نسافر وقد ما فينا نوفر بنوفر اليوم بدك تعطينا هيكي تبس أو نصائح للتوفير صحيح بداية خبرنا شو أنجع طريقة بالنسبة للخبير في العالم الرقمي لحجز تذاكر السفر هلا بالنسبة لإليه بركي لأنه كتير أنه شغلي هو التسويق الرأمي وكل شيء أكيد بروح أكتر للأونلاين بس في عالم اللي هنا ما أنه كتير بركي أقراب من التكنولوجيا وهالإشياء بفضل يروحوا عبر مكتب هو يحجزهم هيدا الشيء صحيح هلا ما فيه صح وغلط أنه الواحد وين بيلاقي أريح له أكيد بس هلا رح نحكي اليوم أكتر عن الإنترنت كيف بدنا نحجز شو الأصص لازم ننتبه لكيف ننوفر بس نزيد نسبة مشاهداتك بدنا نقول أنه مكاتب السفريات من الوظائف المهددة بالانقراض مع الوقت لأنه الإنترنت لما سيدة بقع بالفعل دراسي للإندبندنت لصحيفة الإندبندنت أنه من أوائل الوظائف يلي يمكن أنه توقف مع الوقت لأنه الإنترنت عم يغزي العالم هي مكاتب السفريات عبر الإنترنت كيف بيصير البروستجر أو كيف تصير العملية على الإنترنت في عنا كتير مواقع نقدر نحجز منها في مواقع معينة منفوت عليها مننبش نحنا على الرحلة اللي بدنا إياها وبتحط لنا مواقع غير نقدر منقارن بيناتهم يعني الأسعار ونقدر نفوت عليهم فنحنا أول شي بدنا نقرر أكيد لوان بدنا الرؤور وعا أساسا نبلش هيدا البحث طبعنا ونفوت على المواقع طبعا في مواقع هي مصادر ثقة أكتر من غيرها وفي أسماء أو برانديت مثل أي قطاع بينوسق فيها أكتر من غيرها مش عنا نعمل داعيات مع أنه بعض المواقع ما بدش داعياتنا ما علي خلينا نقول أنه إكسبيديا مثلا من أهم المواقع بالعالم توسق فيها العمييني أنت أو بتظلك تاخد حذرك لا بتظلك تاخد حذر أكيد لأنه إكسبيديا هنا عم نشوف كمان سكاي سكانر بأنه عم نحكي عنهم أكيد منفضلهم عن غيرهم بس سكاي سكانر مثلا ما فينا كتير على العميين لأنه هو عم يعرض غير ويب سايت شو عندهم نعم عم نحجوز من غير ويب سايت أنت كيف تاخد حذرك؟ حذر أول شي بهول خطوات بلنا نتبعه هون عم نشوف أول ما بدنا نبلش نحنا بدنا نسافر هلا على دبي إذا عبيلك حتينا ما بدنا نروح على دبي هيك بتبلش بطريقة كتير سهلة نحن عم ننبش على رحلة هون ما فيش ننتبه ما فيش خطير بس أكيد بدنا أوقات بتلعنا أسعار كتير خيصة وبدنا ننتبه جدا أي شو هي الأيام اللي بدنا نسافر فيها لأنه أيام نوصل للصفحات الليحقة ومنحجز ومندفع ونكون مغلطين بالأيام وما فينا رد مصرياتنا مضبوط فهون بحط لنا نحن عم نقل الأيام حتى هو غير مواقع بحط لنا بأي أيام الأسعار منخفضة فنحن هون فينا كمان نغير الأيام إذا قدرين أكيد هل قلنا وجهة السفر أولا وبعدين؟ بعدين بدنا نروح حتى نشوف الرحلات مضبوط معايا طيران بدنا نروح معايا شركات طيران وأكيد المؤالنة بالأسعار فهون فيه أشخاص بفضلوا طيران معايا بس كمان بهيدا الشغلة ملاحظ أنه في كتير فرق بالأسعار لأنه فيه طيران مثلا بالليل بعض نصف ليل بيكونوا أرخص من الطيران الصبح أو إذا حدا بد يرجع بالليل بيكون أغلى أنا من الناس اللي باب يسيفروا بالليل أبدا لا نخسر نخسر نهارنا البطاقات الاقتمانية طبعا مضطرين نستخدمها عبر الإنترنت هل الفيزا مثلا يوسق فيها أكتر من الماستر كارد؟ أو فيه باي بال مثلا بالعالم الغربي بالدول الأوروبي والأمريكية؟ ما فيه ثقة أكتر هلأ باي بال يمكن أنه شركة أنت عم تدفع من خلال العالم اللي بيستعملوها بفضلوا أكتر فيها بس بالنسبة للماستر كارد لفيزا ما فيه ثقة أكتر بس فيه ويب سايتس معينين بياخدوا تكلفة زيادة إذا نحن عم ندفع بالماستر كارد أو بفيزا كارد مثلا بتكون أوقات شايف تيارة رخيصة بس تخلص كل الخطوات تجبك تدفع بقولولك أنه بتحط ماستر كارد أو فيزا بزد لك مثلا 40 دولار أو 80 دولار أو أوقات فبتفرق كتير ساعتها أنت بتقول أنه ياريت حجازة بركة غير واحدة أحسن طب فيه طرق دفع أمنة أكتر من التانية يعني مثلا بعض الويب سايتس أو المواقع الإلكترونية بتطلب السي في سي أو الأرقام السرية الثلاثة اللي بتبقى بخلف البطاقة الإلكترونية وفيه مواقع تاني ما بتطلبها أنت بتوسع أكتر باللي بيطلب هالأرقام لا أكتر ما نطلع على الويب سايت الريفيوس تابعه العالم شو بتقول عنه لأنه مزبوط لأنه فيه ويب سايتس بتفوت وبتلاقي العالم حكيين أنه دفعوا ما وصلت لهم التذكرة تابعهم فقبل ما نبلش ندفع منفوت على هولي بأخر شي إذا طلب هالسي في سي أو لا طبع الكرادت كارد هنا أنه يمكن هيدا حسب الويب سايت بس نشوف بالأول هيدا الويب سايت إذا موثوق بس لا شك إلي كمان أنه الدفع أو حجز تذكرة السفر عبر الإنترنت أرخص من وكالة السفريات يلي طبعا بدأ تاخد ضريبتها أو تاخد تكاليف أتعابها من هاي كيف نرجع أكتر للإنترنت؟ أكتر الأوقات وشو الإضافات التانية الإضافات أنه إذا أنا مقرر سافر على بلد وبهيدا البلد كمان بدي روح على بلدين حده فهولي إذا بدي أعملهم مع مكتب يمكن تكون تكلف كتير أنت ما كنا عم بحكي عن مكاتب دائما بدنا ألأ أو أقل بتكون تكلفة كبيرة لأنه هن عندهم تكلفة فهون بتكون أهيا أنه أنت عم بتنظم السفرة مثل ما بدك وعم تلاقي أسعار كتير رخيصة وقت مروح من بلد لبلد لتسايبي يوروب بركب 20 دولار أنه بتسافر بالطيارة من بلد لبلد نسرين مصررة أنه تركز على أوروبا بتفضل تسافر على أوروبا أوروبا ملاقي كتير بداخل أوروبا طيران كتير رخيص أنا هيك بلاقيها والعالم أنه المعوادين يروحوا بيحجزوا كل شيء طب طبعا بحلقات اللحقة رح نحكي عن الأوتلات وعن السيارات اللي عادة يجوا مع تذاكر السفر بس هكي سؤال مقدمي للحلقات اللحقة في باقات أو باكجز إذا بدك في نسميها باكجز باكجز في باكجز أونلاين بتقدم لك تذكريت السفر والأوتل والسيارة أنت بتنصحنا بأنه ناخد هالباقات أو نحجز كل شغلي على حدا إذا عنا سفر صغيرة أو معروف وين بدنا نروح أنه على هيدا البلد على هيدا الأوتل مثلا طلع بالمحل المنيح مناسب قريب على كل شيء بدنا نروح عليه مش غلط لأنه أوقات عجبت بيكونوا عاملين عروضات عليهم وإذا حدا لأ حيب بيبدو بارك عم بيغير فنادي عم بينقل محلتين أهيان لو ساعتا هو يحجزهم لحاله وهون مهم نسكر شغلي كمان بقصة الحجز أنه بس بدك تحجز طيارة وتعبئ اسمك وكل شيء هؤلاء الخطوات عم نصل لمحل بيسألونا إذا بدنا قصة الإنشورنس تأمين ضروري تأمين التأمين هوني كتير مهم لأنه يمكن أنا يسير معي شيء وما قدر سافر بيروحوا كل المساري عليزا أنا إذا عامل تأمين ممكن يردو لك فلوسك أكيد إذا تأجلت انلغيت صار في تأخير معين ضاعوا لشنة بركة كل شغلة إلى تأمين أنت مع التأمين الخبير في تسويق رقمي وتواصل الاجتماعي إلي ساركيس شكرا لك شو رأيك بهالوقت نحجوز أنا بيك صندويتين هوت دور يلا رح يروح علينا كل فريق العمل رح يهجوم رح نشوفك الأسبوع المقبل شكرا لك إلي إلى الشاف هيبة الشاف جستاف الشاف نور ونظرة سريعة ونظرة سريعة